كنت قلت عن الأخبار الخاصة بينا بقى كنت قلت أن مودست هيقريب عشر تيام عن النادي الآلي وفريق النادي الآلي نتيجة إصابته بالعضلة الضمة وهو بيستعد لمباراة النهاردة جات له إصابة في العضلة الضمة نتيجة إجهاد ممكن حصل ضغط التدريب أو البرنامج التدريبي كان زيادة شوية على طبيعة جسمه وطبيعة سنه دي ممكن أمور بتحصل في توقيت من التوقيتات والعضلة ما قدرتش نهاية تستحمل فجاله شد في العضلة الضمة محمد عبد المنعم نجمى النادي الآلي وقع مع شركة تسويق تسوقه في أوروبا طبعا الشركة الإنجليزية ولكن طبعا ده شيء جميل أي المشكلة ما عنديش مشكلة خلص أن يبقى عندي شركة تبقى هي المسؤولة عني في تسويقه في أوروبا وخصوصا أحد اللاعبين بقى المهمين في نصر دلوقتي هو محمد عبد المنعم وعنده القدرة أنه يلعب في أوروبا مستريح فقط تجيله الفرصة بعرض قوي ورسمي للنادي الآلي أعتقد النادي الآلي مش هو في طريقه وهو كمان يعني أنا عادت مع محمد وعادت تكلم معاه هو يعني عنده شغف كبير جدا أنه يلعب في الأندية الأوروبية الكبيرة كمان فإن شاء الله كل التوفيق ليه في الفترة القادمة رودا سليم من أحد دجوم الآلي في الفترة اللي فاتت واللي جات لأصابة طبعا في التركوة وكسر في التركوة مش هيبقى موجود في المتشاط القادمة منها طبعا مونديال الأندية اللي هيكون في ديسمبر القادم إن شاء الله وبالتالي طبعا يعني هيخسروا النادي الآلي عندك الجابة دي في طهر محمد طهر في أحمد عبدالقادر حتى الآن واضح جدا أن الراجل يعني حتى النهار ده أحمد عبدالقادر موجود في التشكيلة لكن ما فكرش إن هو ينزلهم نزل طهر محمد طهر فبالتالي الاعتماد الفترة اللي جاية هيكون طبعا حسين الشحات وطهر محمد طهر في الفترة القادمة وهو صلاح محسن برضو لو حبوا يلعبوا في المنطقة دي طيب أيضا الحديث في الفترة فاتت عنه عمر كمال عبدالواحد والاتفاق اللي موجود ما بين الأهلي ومودرن فوتشر على وجود عمر كمال عبدالواحد بالنادي الأهلي كان فيه كلام عن مقابل مادي بالإضافة إلى بعض اللعبين اللي هينتقلوا منه النادي الأهلي إلى مودرن فوتشر وطبعا واضح إن كان فيه اختلاف في المنطقة دي منطقة المادة وفي نفس الوقت يعني الحجم الفلوس وفي نفس الوقت اللعبين لكن قدر مهندس عادة القياة رئيس شركة الأهلي إنه اتفق مع النادي على ضم عمر كمال في يناير مقابل تمانية مليون جنيه مع بيع خالد عبدالفتاح بشكل نهائي يعني ده اللي هيخلي الصفقة تتم بشكل كبير ومنتظرين يعني الأمور الخاصة بالاتفاق اللي وصل ما بين الناديين في عمر كمال عبدالواحد طيب صلاح محسن الأحرز هذا في النهاردة واضح إنه يعني فترة فاتت كان الكلام على رحيله في يناير سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي نتيجة عدم مشاركته واضح كمان إن الراجل كمان اقتناعه بصلاح محسن كان قليل في الفتر اللي فاتت وبالتالي صلاح نفسه قال لك لو أنا هتباع أنا مش يعني أو هيتم عارتي أنا مش عايز كده أنا عايز بيع نهائي لو النادي الأهلي مش عايزني وبالتالي ده طلبوا ورغبته في حالة رحيله عن النادي الأهلي ما يكونش عارة يكون بيع نهائي